الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سر على نهجه إلى يوم الدين ثم ما بعد معكم الأستاذ يهاب شحات معلم مادة التوحيد درس اليوم خاص بطلاب الصف الثالث المتوسط عنوان درس اليوم هو الأمن من مكر الله الأمن من مكر الله أولا تعريف الأمن من مكر الله هذا العنوان ينقسم إلى قسمين أو شقين نريد أن نعرف ما هو المراد بمكر الله ما هو المراد بمكر الله مكر الله بالعبد أن يستدرج الله العبد بالنعم يعني الإنسان يعصي ومع ذلك الله عز وجل يعطيه نعم يوسع عليه في رزقه في أولاده في كذا في كذا ينعم في الدنيا ينعم في الدنيا مع كونه عاصيا لله فهذا يسمى مكر الله بالعبد استدراج الله للعبد بالنعم وإملأه له يعني يمهله ويعطيه النعم والعبد يظل يعصي حتى يأخذه أخذ عزيز مقتر يعني يظل العبد في هذا الله عز وجل ينعم عليه وهو يعصي وينعم عليه وهو يعصي ويزداد في العصيان ثم يأخذه الله مرة واحدة دون إنذار ويأخذه أخذ عزيز مقتدر فيقال عند ذلك مكر الله بالعبد فلان يعني استدراج الله العبد بالنعم إذن المراد بمكر الله استدراج الله العبد بالنعم إذا عصى وإملأه له حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر الأمن من مكر الله علمنا مكر الله ما هو نعلم ما هو الأمن من مكر الله الأمن من مكر الله معناه استمرار العاصي في معصيته يعني لا يتعظ ولا يعتبر تحدث أمامه مواقف عظام يكون من المفترض عليه أن يتعظ ويرجع ويترك هذه المعاصي ومع ذلك يزداد كأنه آمن من عذاب الله عز وجل إذن الأمن من مكر الله معناه استمرار العاصي في معصيته أو الكافر في كفره واستزادته من ضلاله اغترارا بنعم الله اغترارا بنعم الله عليه ظنا أن الله لا يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة هذا هو التعريف باختصار ثانيا ما هو حكم الأمن من مكر الله واضح من الكلام أن الأمن من مكر الله حرام وكبيرة من الكبائر قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون يعني لا تكون هذه حال إلا الإنسان الخاسر في الدنيا والخاسر في الآخرة الذي باع دنياه وباع آخرته باع دنياه بآخرة أو اشترى دنياه بآخرته وفضل العاجلة على الباقية إذن حكم الأمن من مكر الله حرام وكبيرة من الكبائر الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الكبائر قال أشرك بالله أول شيء في الكبائر أشرك بالله والإياس من روح الله اللي هو القنوط والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأمن من مكر الله قال وهذا أكبر الكبائر إذن الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب وأعظمها عند الله عز وجل ما هي الحكمة من تحريم الأمن من مكر الله لماذا هو محرم واضح من الكلام أنه فيه سوء أدب مع الله تعالى فيه تفريط في حق الله فيه تقصير في ركنين من أركان العبادة الإنسان الذي يأمن مكر الله عز وجل هذا فرط في الخوف ليس عنده خوف من الله تعالى لو كان خائفا من الله ما استزاد من المعاصي وفرط أيضا في الرجاء أنه يعيش في الدنيا كأنه لا يعاقب وكأن الله عز وجل أعطاه سكا وختما أنه لا يعذب في الآخرة الغرور والثقة الزائدة بالنفس والعجب ترى الإنسان المصر على المعاصي معجبا بنفسه باستمرار الأمن من مكر الله من صفات الخاسرين كما قال الله عز وجل فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وهذا يشمل خسر في الدنيا وفي الآخرة على المسلم أن يحذر من استدراج الله له بالنعم الإنسان إذا عصى وواجد أن الله عز وجل يزيده من النعم فليحذر فإن هذا مكر من الله عز وجل بالعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك إذا رأيت العبد يعصي والله عز وجل يعطيه على معاصيه فاعلم أن هذا استدراج فإنما هو استدراج ثم تلى الآية التي سمعناها فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون عندنا في التقويم أول سؤال ما معنى الأمن من مكر الله مبينا حكمه قلنا الأمن من مكر الله هو استمرار العاصي في معصيته استمرار العاصي في معصيته أو الكافر في كفره واستزادته كل مدى يفعل معصية ومعصية أكبر ومعصية أكبر ولا يكترث ولا يتعذ قلنا حكمه محرم وكبير من الكبائر محرم وكبير من الكبائر ما الحكمة من تحريم الأمن من مكر الله تعالى قلنا هناك أربعة عناصر فيه سوء أدب مع الله فيه تقصير في ركنين من أركان الإيمان وهو الخوف والرجاء فيه غرور وثقة زائدة بالنفس فيه تفريط في حق الله تعالى وفي حق أوامر الله جل وعلا فلنحضر من ذلك حذرا شديدا ولنعلم أنه استدراج الله العبد بنعم دليل على غضب الله عز وجل على العبد أن الله عز وجل ينعم عليه والعبد يعصي هذا وصلى الله وسلم على نبينا